نسأل السؤال يا جماعة الناس ديت هتلعب ولا لا قول لا قول لي لا بص يا عمر احنا خلاص خدنا قرار والناس دي تفضل بقى متعلقة كده او هو الزمالك بقى ومع الفرق التانية مع عصوان ومش عارف مع مين يروح يصفي ويرجع لهم الفلوس واللعبة دي ترجع طب هما اللعبة دي لما تأيدت ضمن الزمالكين فارجعوا فرقوا ولا حد عارف ولا حد عارف يرد طب يا جماعة ما تعملوا حاجة تبقوا تعرفوا تكملوها هو البيان بس بتعول يوم قال لك اتأخروا ومجوش طب ماشي احنا قاسفين قول لي بقى انه ماينفعش لانه فيه كده بيقول ينفع وكده بيقول ماينفعش احنا عايزين سطرين انه يا جماعة مفيش قيد للعب الزمالك شكرين باشا شكر قوي او لو الزمالك دفع هما تأيدوا بس مش هنديهم الكارنيهات اللي يلعبوا بيها كرة غير اما الزمالك يدفع عشرين مليون جنيه تلاتين مليون جنيه واتفر ايه المنظومة اللي احنا فيها دي يا ربي ايه الحدوتة الغريبة دي واشياء وناس بتجري ورا ناس ومحاضر دي كرة دي ما حد يتكلمني يا جماعة تيجي تكلم حد بتاعكم ما بنتكلمش طب نروح لوزارة الشباب تقولك وإحنا مالنا وزارة الشباب بتقولك أنا ملياش دعوه يعني موضوع النشاط ده أنا ملياش دعوه هو اتحاد الكرة ياخد قراراته طب انكلم الفيفا يعني الفيفا هقولك لا ملياش دعوه ده حاجة محلية انتوا عندكم ده فانا كل اللي بطلوبه بس طريق انه التلاتة اللعيبة دول اه اتسجلوا والسيستم قبلهم بس مش هنلعبهم مهما حصل دفعتوا ما دفعتوش مش هلعبوا تحت امرك او ايو يا جماعة انتوا تسجلتوا بس الناس دي عشان تاخد كرنياتها هتقول نشانطة فلوس فيها تلاتين مليون جنيه لل وانا عايز اسأل سؤال هو الزمالك ليه ما معوش عشرين مليون جنيه ومال الفلوس بتاعت امام عشور دي راح تفاك فلوس امام عشور راح تفاك نادي الزمالك ما معوش سبعتاشر مليون جنيه نص مليون دولار اسئلة كتيرة وتحس ان انت بتشوف حاجات وطبعا المسائل كلها مشخصانة خلاص يعني لا هي كورة ولا هي نادي الزمالك ولا هي افراء ولا هي كلها مشخصانة ده مأموس وده زعلان وده متدايق وده بيشتم وده بيزعق خلاص انتهينا على كده والدنيا بقى بتوقف طب يا جماعة ايه الواضح ايه الخبر انا شغوليتي بتاع اخ انا راجب بتاع اخبار انا راجب بيشترك